السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في فيديو جديد من قناتكم قناة الابداع والتميز ابدع واستمتع النهاردة هنشوف ازاي نقدر نختم الاسناب شات على الديسك توب وازاي نعمل او تكامل ما بين الاسناب شات واي برنامج تاني سواء للتسجيل الفيديو او للستريمينج لايف ستريمينج الناس اللي بتعمل لايف ستريمينج على اليوتيوب او على اي برنامج تاني هنخش على الاسناب كاميرا ونعمل عليه سيرش هنلاقيه في جوجل وبعدين نعمل صح على علامة الاجريمنت واوكي تمام في ثواني بيحصل للسناب كاميرا اهو نفتحه معنا هو بالزبط نفس اللي موجود عندك على الموبايل اهو مجرد ما بيخلص هتشوف الواجهة بتاعته قريبة جدا من السناب شات اهو نفتح البرنامج تمام وهنا هو بيقول لك حتة مهمة جدا بيقول لك اه اه اقفل البرنامج اللي انت فتحه دلوقتي بتاع الكاميرا اي برنامج تاني وبعدين اعيد فتحه بعد ما تفتح الاسناب كاميرا عشان يحصل الانتجريشن او التكامل ما بين الاتنين اهو ده رؤية سريعة للاشكال والشخصيات اللي موجودة على الاسناب كاميرا اهو نفس الاشكال اللي موجودة طبعا اشكال ضخمة وكبيرة جدا موجودة تقدر توقف على اي شكل منهم وتدوس على علامة النجمة ستار اللي هي الصفرة اللي فوق وتضيفها آآ الفيفوريت بتاعتك اهو وتقدر تدوس هنا على يسار علامة آآ تقدر تاخد الصورة بتاعتك اهو تقدر تعمل لها دا واللود زي ما انت شايف وتقدر كمان تسجل فيديو اهو قادي علامة التسجيل كده اهو تقدر تتكلم وتعمل اي شكل او اي شخصية تختارها اهو نجرب مسلا بنغير الشخصيات اثناء الفيديو عادي جدا والفيديو شغال ما فيش اي اختلاف اهو تغير كل الشخصية اللي انت عايزها وتقدر تسجل فيديو جميل ومضحك وآآ بعدين ترفعه على قناتك على اليوتيوب او على على السناب شات او تحطه على الاستجرام زي ما تحب بعد ما تعمل اي تسجيل وعادي هنا قد عندك مجموعة كبيرة جدا من التصنيفات من ضمنها الحاجات الفاني والكيوت والشخصيات هنا تقدر تختار الشخصية اللي انت عايزها كل ده واحنا آآ بنسجل فيديو زي ما انت شايفين على اليسار التسجيل مازال شغال اهو بعدين بتوقف ادي تسجيل اهو عندك خيارات قدامك تقدر تعمل كمان ده اللود بشكل مباشر للفيديو اهو او تقدر تمسحه لو انت عايز تمسحه ادي الفيديو اللي سجلناه طبعا نعذروني على جودة الكاميرا لاندية كاميرا اللابتوب مش ويب كاميرا متخصصة يعني فالجودة طبعا انت عارفين كاميرا اللابتوب بتبقى جودتها ضعيفة شوية هنا هو بتشوف بقية آآ الشخصيات وآآ ودي كاتيجوريز كتيرة جدا وتصنيفات كتيرة تقدر تختار منها ده كانت رؤية سريعة للسناب كاميرا اللي هو السناب شات بتاع الديسكتوب طيب ازاي اعمل تكامل مع الماكروسوفت تيمز اهو نفتح الماكروسوفت تيمز ونعمل اتصال عادي جدا وهنا جزئية بقى مهمة جدا ان انت تفتح نوات الكاميرا بعدين بتخش على الاعدادات هنا بص اظهر لك علامة السناب كاميرا موجودة قدامك معنى كده ان هو لقيت السناب كاميرا ان هو مفتوح معك اهو تخش على الاعدادات على تحت تمام هتلاقى هنا على اليسار على اليمين الكاميرا كاتب لك هنا توشيبا ويب كام اللي هي الكاميرا العادية بتاعة اللابتوب وتقدر تختار من تحتها على طول بالسهم تحت سناب كاميرا طيب نروح بقى نفتح الاسناب كاميرا اهو نفتح الاسناب كاميرا ونختار الشخصية او الشكل اللي اعجبك هنلاقي التغيير حصل بشكل مباشر على المايكروسوفت في نفس اللحزة اهو اختارنا مسلا الشخصية ديت مجرد ما اخترتها اهو رجعني المايكروسوفت تيمز اه تقدر تسجل الفيديو اللي انت عايزه طبعا بتبقى عملية مرحة جدا ان انت تقدر تغير الشخصيات اثناء كلامك مسلا مع طلابك او مع زملائك او في لو عايز تعمل اي حاجة فاني ومضحكة فده كان رؤية سريعة لبرنامج سناب كاميرا وازاي تربطه مع اي اه برنامج تاني للتصوير والنهاردة اخترنا برنامج ماكروسوفت اه تيمز ارجو لنت تكون استفدتم بشرح النهاردة وموعدنا في فيديوهات جديدة مفيدة على قناتكم قناة الابداع والتميز ابدع واستمتع والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة